يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة اليوم فاز النادي الأهلي على الرجاء بهدفين مقابل هدف واحد في زهاب دور السمانية من بطول الدوري أبطال أفرق تقدم للنادي الأهلي عامل السلية في الديئة 11 مراكلة جزاء وسجل حسين الشحات الهدف الثاني في الديئة 32 ثم ضيق الفارق للرجاء محمد زريدة في الديئة 45 مباراة شهدت طرد مروان هدهودي بسبب لمس الكرة قبل الوصول للمرمى وبعد كده احتسبت رجلة جزاء العامل السلية أهضرها في الديئة 61 طيب ده الملخص التعريفي لهذه المواجهة إيه اللي حصل بقى في المواجهة دي؟ اللي انتهت منذ ثواني أقول لكم اللي ما فرقش يعني الأهلي سيطر على المباراة طولا وعرضا أضاع العديد من الفرص السهلة واللي أهم من إضاعة الفرص السهلة أو الأسوأ من إضاعة الفرص السهلة هو القرارات يعني ممكن يبقى شي فرصة بس انت بتاخد قرار يضيع على فرقتك فرصة محققة لتسجيل هدف تمرير خاطئة تصوير من مكان مش جيد عرضية من مكان مش جيد عرضية أصلا ضعيفة وانت عندك زيادة عددية انفراد ممكن كان يبقى محقق للنادي الأهلي وما يحصلتش عشان تمريره ما حصلتش في الوقت المناسب إضاعة فرص سهلة جدا بجانب إضاعة ضربة الجزاء ضياء عمر السلية المباراة خلصت اتنين واحد وبالمناسبة رجاء في الديئة تلاتة وتسعين جالوا انفراد كان ممكن يتعادل في هذه المواجهة الملخص إيه؟ الملخص إن الأهلي النهاردة كان أمامه فرصة زهبية إنه يحسم السعود للدور القادم دور نصف النهائي فرصة زهبية إزاي؟ إنه كان ممكن يسجل أكتر من هدفين ممكن كان يسجل أربع هدف الشوت الأول لوحده كان ممكن يخلص أربعة أو خمسة الشوت الأول لوحده قبل ما نيجل الشوت التاني للأهلي فيه كان أقل رغم الزيادة الهجومية اللي كانت عند الأهلي رغم الزيادة العددية في الفريق كله بعد طرد لعب الرجاء خسارة في رأيي النهاردة خسارة كان الأهلي ممكن يحسم الأمور الأهلي اتنين واحد هو فوز في كل الأحوال فوز فوز مهم ويقربوا خطوة لسعود النصف النهاية بس المبارات كازابلانكت طبعاً بتبقى صعبة الرجاء على ملعبه بيبقى صعب جداً هدف واحد يؤهل الرجاء وإنت كان ممكن تحسم الأمور هنا المشكلة دي في الأهلي بقالها فترة إضاءة الفرص السهلة القرارات الخاطئة في النواحي الهجومية فيه مشكلة فيه مشكلة النهاردة بيرسيتاو كان فاي بس ما بيحسمش بأهداف رائع النهاردة أحمد عبدالقادر كان رائع وهتكلم على أحمد عبدالقادر كتير محمد شريف بعيد أفشة يعني ما صنعش الكتير لما نزل هو طاهر محمد طاهر حسين الشحات سجي الهدف بس برضو كان ممكن يعمل أكتر من كده في المجمل الأهلي النهاردة كان ممكن يحقق فوز كبير نهاني النادي الأهلي بفوزه النهاردة طبعا مليون مبروك للنادي الأهلي الفوز النهاردة الفوز على الرجاء في حد زياته فوز جايد اثنين واحد نتيجة عادية يعني فوز عادي كان ممكن يبقى أكبر من كده وكان ممكن يبقى حاسم تماما قبل مباراة العودة يوم الجمعة الجاية في كذا بلانك أنا بس اللي دايقيني عشان المباراة لسه خلصانة اللي مدايقني اللي نهاني النهاردة كان كويس كمستوى فريق كان كويس كان جايد جدا كمان مش كويس بس لما تبقى جايد جدا تحسم أمورك في المباراة اللي زي دائد زهاب وعودة تحسم أمورك في المباراة الزهاب تستغل التواجد الجمهور الرائع النهاردة جميع النادي الأهلي جميع النادي الأهلي النهاردة صوتها ماسكتش طول المباراة تسعين دقيقة الصوت شغال تشجيع شغال كان لازم الأهل النهاردة يستغل الصوت بتاع جماهيره ويحسم أنا بقولي النهاردة هو الفوز مش مقلق أوي فوز في الأول والآخر فوز كده كده الرجاء هيبقى مطالب بالتسجيل في مباراة العودة والأهل يقدر يسجل كمان في المغرب عادي بس صعبت الأمور وطرت الدنيا يعني خلي الناس تبقى أعدا متطمن لحد يوم الجمعة اللي جاي بقعد مرتاح ومتطمن بتكلم عن مشجعين النادي الأهلي خلاص أنا تمام أنا صعط أنا مش مستني مباراة كذابلانكة وصعوبتها واستجامهيد المغربية هتبقى الأمور أسهل بكتير لو كنسجل الأهل النهاردة 3 و4 أداف ولكن مرة أخرى مرة أخرى في كل الأحوال مليون مبروك للنادي الأهل النهاردة الفوز فوز مهم جدا في مباراة الزهاب في دور التمانية قلت لكم هتكلم شوية عن أحمد عبدالقادر أحمد عبدالقادر من نوعية اللاعبين اللي مش موجودة في مصر إطلاقا هتقول لي يعني عشان هو حريف ما فيه لعيبة حريفة في مصر مش كده اللعيب الحريف اللعيب المؤثر اللعيب اللي عنده طاقات هجومية ودفاعية كبيرة اللعيب التمريرات وجيدة هو كمان نضج جدا وبقى عارف إمتى يراوغ وإمتى يمرر الكرة إمتى يصنع هجمة إمتى يسجل أو يسدد برجله إمتى يخش شارك كمان خد بالك من نقطة اللحستها النهاردة في أحمد عبدالقادر شارك في كورتين أو تلاتة براسو في النواحي الهجومية ودي نقطة فيها تطور لأحمد عبدالقادر فالنوعية المتكاملة دي أو الشبه المتكاملة دي مش موجودة في مصر مش موجودة كتير مهم إنه يحافظ على المستوى ده مهم إنه يطوروا كل شوية عشان في الأول والآخر احنا بصين كمان لمنتخم مصر النوعية دي مش موجودة نوعية اللعيبة الحريفة واحد ضد واحد مش موجودة إطلاقاً في منتخم مصر مش موجودة سين محمد صلاح لوحده كده على جنب بس باقي اللعبين مش هتلاقي لعب يعرف يعدي واحد ضد واحد بكل المهارات دي لعب كده من نوعية حزم إمام ووليد صلاح الدين وأساطير الكرة المصرية من نوعية دي طبعاً لسه بادري عليه لسه بادري عليه عشان يتحط في مصافهم لسه بادري بس أنا بقول إنه جاي إنه وارد إن إحنا عندنا واحد من الأساطير دول نشوف تاني الكرة الحلوة الممتعة لعيب ممتعة كل لمسة للكرة منه ممتعة جداً حلوة قوي حلوة قوي مزيكة مزيكة حرفية تسمع مزيكة واحمد عبدالقادر في رجله الكرة حاجة في منتهى الروع مزيماني في مباراة العودة مش ألانة عليه خد بالك مزيماني في مباراة العودة مش ألانة عليه هو بيعرف يلعب المباراة الحاسمة دي المباراة اللي ممكن يبقى فيها بعض الصعوبات دي بيعرف يعملها كويس قوي المهمة لعيبة النادي الأهلي تبقى في أفضل مستوى وفي نقطة في منتهى الأهمية مش معنى إن أنا بلعب قدام فريق ناقص لاعب الرجاء النهاردة أهاجم بكل خطوتي أسيب الخط الدفاع بالشكل اللي كان حصل في نهاية المباراة ده عشان الأهلي يعلن فراد حقيقي حقيقي وشلها الشناوي وكان فيه ممكن كورة انفراد آخر بس اتحسب التسلل وهي تسلل بس لو اللعب كان آخر نفسه شوية كان ممكن يبقى فيه أزمة للنادي الأهلي الرزق الهجومي أو المخاطرة الهجومية لها حسابات مش كده وخلاص ولعيبة نادي الأهلي لازم تبقى ملك كده النهاردة لاحظت تأثر واضح جدا وكبير في تشكيلة النادي الأهلي بغياب علي معلول علي معلول يغيب الفرقة كلها يحصل لها كثير من الخلل الهجومي والدفاعي هتقول لي ما انت لسه أي الأهلي كان حلو النهاردة كان هيبقى أحلى لو علي معلول كان موجود بكتير أي من أشرف أدوارا دفاعية عملوا بشكل كويس إلى حد كبير بس هجوميا مفيش مفيش علي معلول له تأثير هجومي مؤثر جدا في تشكيلة النادي الأهلي بشكل عام في طريقة لعب النادي الأهلي بشكل عام وعندي كمان ملحوظة مهمة مفيش فريق في العالم في العالم أي لعب بياخد فيه انذار بيخرج هي دي من أساليم موسماني الدائمة هو حر طبعا وأسلوبه بس مش كل لعب بياخد انذار يخرج فيه لعبة ممكن تكمل ويتم التنبيه عليها أنها تهدى وتركز وتلعب عشان ما تكسرش تغيير مبكر اللي لعب أصلا كان ماشي بشكل جيد اللي هو أليو ديانج أليو ديانج خد انذار خرج ونزل بعديه على طول حمد فتح بين الشطين مش كل لعب دايما بتشوفها مع أيمن أشرف بتشوفها مع لعبين كتير بس مهم جدا عدم المخاطرة أو عدم الاستعجال في التغييرات أو عدم القلق الزيادة يعني ما تبقاش ألان زيادة كل ملاب ياخد انذار تبقى ألان أنه ممكن ياخد انذار تاني مش بتحصل كتير ولو حصلت ما هي بتحصل بس تستفيد منه أقصى ما يمكن لأهل النهاردة كان معقول جدا إضاءة الفرص السهلة جدا لازم مراجع من مسماني واللي أهم من كده القرارات الصحية معنا عبر الهاتف الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشا بتحييل الحالات التحكمية في مباراة اليوم بين الأهل والرجاء كابتن جهاد صواح الفل المشرف ومنور كالعادة صواح الخير يا كريم عليك وعلى كل مشاهدين أخبار حضرتك إيه والله الحمد لله فعله نعم رأيك في أداعي الحاكم النهاردة جان جاك نادالا والله الحاكم عم مباراك وإيه سأم احنا بس نختلف نعرف في اللعقة واحدة بس اللي هي راكل الجزاء الأهل الأولى اللعبة الخطأ الأساسي من الظار أنا ما أستردهش الحاكم كابتن كريم اللي ما يكون عندي صورة واضحة واضحة أننا لا تقبل الشك يعني مش عندي صورة أننا أشك أنها لمست يد أو مش لمست يد وبالتالي حاكم لما تجيلك صورة مش واضحة فواجب عليك حاكم ما تاخدهاش ما تحتسبهاش واتطلح أن الكورة ما ينمسيش جدي تماما وبالتالي راكل الجزاء الأهل اللي تم احتسابها الأولى راكل الجزاء غير صحيحة غير صحيحة دي الخطأ الوحيد الأساسي بالنسبة للحكة في المباراة لكن راكل الجزاء الثانية مضبوطة والطرد مضبوط وهو مجمع المباراة ما بيش فيها أخطاء هي المؤثرة غير اللقطة بتاع راكل الجزاء الأهل الأولى طيب لكن غير كده ما فيش مشكلة بالنسبة لنا كتحكيم بالنسبة للمباراة هي بس اللقطة دي الأولى أثرت الجزاء الكتير في المباراة طيب أنا بقى بيبقى عندي مشكلة تانية في المباراة الأفريقية تحديداً مع فرق شمال الأفريق إضاءة الوقت إضاءة الوقت بيبقى واضح جداً والحكام عندنا الأفارقة ما بياخدوش أكشن أو قرار حازم عشان يمنع إضاءة الوقت ده بيسيب كل واحد ديوعة كتير ويتحرك كتير المفوض الحاكم في المواقف لذلك يعمل إيه كابتن جارد بص أكيد أكيد هتبقى لهم ملحوظة في المباراة ملحوظة بالنسبة للتحكيم هي ملحوظة بس مش ملحوظة كبيرة أنه ممكن نتكلم فيها كتير لكن أكيد هتبقى ملحوظة من التحكيم سواء المرائب التلفزيوني اللي بيرقبه أو مرائب المباراة اللي معاه في الملعب هو طبعاً معروف عن فلع شامل أصد كالسلوب دوات وبالتالي هو أكيد محضر نفسه ده بس الواضح النهاردة هو بس القصة التحضير لموضوع إضاءة الوقت يعني لو من البداية حجم لعبة الرجاء في إضاءة الوقت كان ممكن بإنذار واحد كممكن نهى الموضوع من البداية طب أقول لك حاجة أنا استغربته أنا استغربته في إيه بقى أنه كان حازم جداً مع النادي الأقلي في الشوت الأول فاكر الكرة بتاعت حسين الشحات دربة روكنية راح رفع له إنذار عشان حسنه هو بيضيع وقت بعد كده الرجاء ضيع وقت قد كده والأمور كانت أكثر يعني كان لين أكثر من اللازم معاهم بصراحة هو كان لازم يبقى في حازم كده زيادة عن كده عسكة دي كومنتي باتخذ عليه وبينكد في تقريره بس مش ده الكومنت اللي ممكن يأصفر على أداء الحكام في المباراة بس طبعاً ده مهم جداً لأن ممكن ديها واحدة تفرق في تيكت مباراة ده مهم جداً صحيح كريم لو معاك وقت ممكن أكلمك على على مرشوط الدوري ياريت ياريت طبعاً ياريت فضل أنا كان فيه مباراة وأول مباراة حمص مباراة في الدور الممتاز هتكلم سريعاً عشان وقتك كان بالأمس مطشين غز المحلة والجونة وسيراميكا فيوتشر ما كانش عمينا مشكلة في مطش غز المحلة والجونة الطائم التحكيم مع المباراة كويسة جداً في مطش سيراميكا وفيوتشر كان طام التحكيم كويس جداً وخاصة مساعدة الأول أحمد عبدالغاني يبقى اسمه لأنه مميز لأن الرجل ده احتسب هدفين صحاح واحد لسيراميكا وواحد لفيوتشر والاثنين تلاقوا عن طريق البار وفي العادة التلفزيونية واللاطة اللي خرجتنا من البار الهدفين صحاح وكقرار المساعد في الهدفين الثاليين في شوطة أولين في شوطة تاني فبالتالي أنا بذكر اسمه أحمد عبدالغاني مساعد محترم مساعد أول واتلغى هدفين والهدفين صحاح واحد لفيوتشر وواحد للسيراميكا وأكيد الهدفين دولة تمأصر شهرات المباراة بس في الآخر بقى فيه تميز كفير جداً من المساعد الظلم بالعطة المرفار أول مباراة كان عندها ثلاث مباراة كان فيه مباراة طرع الجيش وإنبي في لاطة الأهم أن راكل الجزاء لإنبي الحكم اشتسرها مسك وشد من مدافع لطلع الجيش ولكن للأسف الفار تدخل والحكم رحش في اللقطة في الفار ولغى راكل الجزاء لكن هي في الحقيقة راكل الجزاء صحيحة لإنبي تم إلغاءها عن طريق الفار في قرار خطأ جداً من حكم مباراة وقابله كان حكم الفار لما استطاعه بإلغاء الراكل الجزاء في ماتش البنك الأهلي والاتحاد كان فيه هدف صحيح للاتحاد سكندري تم إلغاءه عن طريق تقنية الفار لما طلعت الصورة من الفار الصورة اللحها الفار للتلفزيون الصورة دي موضحة أن الهدف سليم وفيش فيها تسلل وبالتالي كان قرار خطأ من حكم الفار في مباراة البنك الأهلي والاتحاد صحيح الماتش الأخير الماتش المعولين العرب ومصر المقصة الماتش كان ماشي كويس جداً لكن فيه لقطة غريبة جداً راكل الجزاء للمقصة حكم ما احتسبهاش في أرض المرعب استدعاء حكم الفار الإيد ممتدة من المدافع المقاولين العرب على امتداتها بالكامل الإيد مسافة الكورة جاية مسافة طويلة الكورة اصطدمت باليد اللي ممتد خارج الجسم تماماً الحكم استدعاء ومن حكم الفار اللي عمل قرار مزبوط إن استدعاءه في الحكم شاف اللعبة والأسف ما خدش القرار الصحيح في لقطة غريبة جداً الصحيح صحيح فيهم أخطاء تحكمية مؤثرة على انتيجة ثلاث مباراة ده كان مرخص يا كريم لخمس مباراة في الدور الممتاز كابتن جهد أنا بشكرك شكراً جزيلاً دايماً إضافة كبيرة أنا بشكرك حراك شكراً جزيلاً لسه بكامرين مع حضراتكم بعد هذا الفاصل نواصل إن شاء الله أنا بحضراتكم مرة أخرى نعضى ليفربول فوز مهم جداً على منشستر سيتي تلاتة اتنين في مباراة كبيرة بعد الفوز على منشستر سيتي المباراة خلست نصف النهاية المباراة خلست تلاتة اتنين وواحدة من المباريات الكبيرة جداً منشستر سيتي ما كانش بتشكيلة أساسية أو معظمة من الاحتياطيين وإن كان الحتياطي منشستر سيتي زي الأساسي حارس كان الحتياطي مش إيدرسون الواقف النهاردة تلات أهداف سجلهم ليفربول كنت بضربة رأس مكررة من ضربة روكنية في ديئة تسعة تقدم ليفربول ثم سجل سادي ومانيه هدفين في ديئتين سبعتاشر وخمسة وربعين وبعد كده عدل السيتي عن ضريق جريلش وسيلفا في ديئتين سبعة وربعين وتسعين فوز مهم جداً ليفربول ليفربول الذي يبحث عن السوداسية هذا الموسم يقدم أداء رائع جداً مع الدولة الإنجليزية ومع كاس الحال الإنجليزي وكان فاز بكاس الرابطة عنده دوري أبطال أوروبا وعنده كاس عامل وعنده السوداء الأوروبي ممكن يحقق إنجاز تاريخي إن شاء الله كل التوفيق ليفربول والتوفيق بالتأكيد مرتبط بلعامنا المصري الكبير محمد صلاح دي نهاية حلقتنا النهاردة من رقم 10 شوفكم يا رب على الفيديو